دايفنا اشتهر بتقديم الأدوار الكوميدية بدأ مسيرته الفنية سنة 96 من خلال مشاركته بمسلسل أيام الغضب ومن وقتها تولد النجاحات من عودة خوار لسقر كريش وليالي الصالحية الحسروم الشامي صبايا الخربة وغيرة وغيرة وترك بسمة واضحة بكل عمل شارك فيه ولكن بيبقى لحضور أبو بدر ببيب الحارة طعم مختلف محمد خيري الجراح من قدك إسه دواتي إسه دواتي اسم كبير بعالم التمثيل أنا أستخر اليوم أنه حضرتك ضيفة تخليلي قلبك شكراً كثير شكراً لوجودك معنا ورح نعمل حلقة مهدومة كثيرة أنا وياك بنا نحاول إن شاء الله يلا بنا نحاول لأنه أنا ما كتير تزبط مع أنت تحاولي تدبري حالك لأنه أنا ما كتير ما كتير قليل يعني ما قليل ولا كتير شوي إيه أنت بدك تسوفي طيب شو بدك أنا أعمل ضبطية خلاص بمعيتك أنت طيب يلا خلينا نبلش مع أبو بدر هل ظلمتك شخصية أبو بدر؟ ظلمتني أو فتحت لك بواب أو خلص لزقت كتير أو الحقيقة الجمهور بشكل عام في ملاحظة مو بس عند أبو بدر حقيقة عن شخصيات كتير ليس فقط في باب الحارة فعلاً في ممثلين بلتزع فيهم كاركتر معين وبلش بمشي معه كل حياته رغم أنه بنوع كتير صحيح مدري ليش الناس وخاصة في وسطنا العربي ما بيعور بيشوفوا هذا الممثل أو هذا الفنان إلا بهذا الكاركتر وعلى وجه الخصوص عنا في سوريا نحن مش بنعمل كاركترات نافرة وواضحة وقوية وآسية يعني خلينا نبلش من الكبار أساتستنا يعني الأستاذ دوليد لحام لحديت هلأ الناس بيقولوله غوار صحيح ظلم أنه الأستاذ دوليد عامل أدوار كتير حلوة وأنا بيعطيه أنه فيها أدوار عاملة أهم بكتير من شخصية دوار لكن الناس بتظل ملزقة فيه شخصيات باب الحارة كلها الممثلين تبعها كانت سيدة صباح الجزائري ولا الأستاذ عباس ولا سامر ولا شكران حتى شكران يعني عامل أدوار كتير ملزقة فوزية فيها يعني دائما هلأ هذا ليش شيء بيصير ما بعرف أنه مستاء بالعكس ما لي مستاء أبو بدر بسبب النجاح الكبير الحقق وباب الحارة قدري أخذنا وأنا واحد من الناس الحقيقة بشكل خاص أخذني لأبعد مسافة ممكن يوصلها ومساحة تدري توصل فيها لقلوب الناس وإحساسهم بقيمتك ومحبتهم إليك بتدايقني ببعض الأحيان أنه فيه ناس ما بتفهم ولا بتفصل بين هاي الشخصية اللي بتنعمل بالتلفزيون وبين البني آدم اللي مستقل هاي الشخصية اللي هو هلأ أنا هلأ أكيد ما بيش به أبو بدر بس أنا أبو بدر ليش المنتجين ما استغلوا شخصيتك أنت وشكران مرتجا أبو بدر وإم بدر وعملوا لكم مسلسل مثلا مستقل بحقيقة الفكرة ما كانت بعيدة مع الله يرحم والأستاذ بسام انطرحت الفكرة من بعد الجزء الخامس تماما وأنه نعمل مسلسل خاص بهدول اتنين يعني ما هو بالضرورة يكونوا من أجواء باب الحارة بس أنه هدول الكاركترين اللي هني مع بعض هاي العلاقة علاقة القطبل والفار اللي دائماً لمضغوط من مرته وبلش يجرب الحقيقة استكتب أكتر من حدا وظلينا شي سنتين الحقيقة نشتغل عليه القصة لكن ما يقرى شي على وراء الحقيقة الأستاذ بسام ويقل لي أنه هذا اللي أنا حاسس أنه هو اللي راح ينعمل وبلشت بعدين بمرض الأستاذ بسام بلشت يعني تضعف القصة وتتباطع نعم وأنا بعتقد أنه ما كان حدا راح يكون حتى مع احترامي لكل اللي يشتغلوا بباب الحارة قبلوا بعدوا وكذا ما حدا راح يكون عنده هاي هذا الإحساس بهذا النوع من الشغل الشعبي القريف الكوميدي اللي كان عم يعملوا الأستاذ بسام اللي ما له معنا أنا و طب أنت راضي عن الأجزاء اللي صاروا فوق الستعاش من باب الحارة؟ هلا هاي ما أنا أستراضي ولا مو راضي لازم يخلص المسلسل في وقت من الأوقات أكيد لازم يخلص هلا ما بعرف شو المبررات غير أنه هو في استفادة فقط من اسم شيء اسمه باب الحارة أنا بحب أدرب مثال شوي هيك خاص يعني باب الحارة ما عد باب الحارة باب الحارة فيه مثل لايالي الحلمية مثل زيزينيا فيه عائلة بمشي حواليها أو شخصيات بمشي في حواليها المسلسل ومشي أجزاء باب الحارة هدا اللي وصل فيه لحد ديت هلأ ما عد فيه حدا من كل الموجودين كانوا من باب الحارة باب الحارة كان قائم على عائلة أبو عصام أستاذ عباس النوري وولاده وأصهرته أبو الشهاب يعني الأحداث وهن فيهم وبمشي مسيرة المسلسل حتى شخصيتي أنا يعني أنا شخصية ملحقة بهاي الأحداث اللي بتقودها هاي العائلة هلأ وقت بتروح هاي واحدة اتنين المسلسل اسمه باب الحارة يعني فيه باب فيه باب وفيه حارة الباب والحارة انتسفوا كيف وين صفها مسلسل باب الحارة بصرين مش تقولونتي شبه لك ياها شوي هيك شبه شبه هلأ اذا جيبنا صحن مجدرة هلأ قدامي حطيته هون مجدرة او مدردرة بتقولوا لأنتوا هون لا حسب إذا مصفية ميش مطفية مجد مدردرة عطرية المدردرة اللي فيها حبوب ايه وبصل على الوش وبصل على الوش مدردرة يا شجعان نحن طلب لك صحن مجدرة هلأ نحن إلا مجدرة خلا هذا صحن مجدرة تم إلاحظة بس سؤال انت بتقولولها مجدرة والمصفية شو بتقولولها ما منعبها هي ممكن عدسة بشي شغلة يعني ما بعرف الجوز ما منعبها جوز ما منعبها يعني جوز تكون خصوصية محلية لبنانية المهم صحن المدردرة او المجدرة هذا اذا جيت قلتلك انه هذا شاكرية شو يعني شاكرية يعني شو اسموه لبن عمو اه اوكي بدنا نترجم اليوم بدنا نترجم الأكلات هاي الشاكرية مش مرأة علينا شاكرية عنا بالشامل ولبن عمو هون اللي هي لحمة ولبن اوكي مصاري هلأ انا ما بدي فوت بموضوع الخلاف اللي صار بين الاستاذ بسام والتفاصيل لانه هلأ من المضحك المبكي الحقيقة انه اثنين واترفعوا دعاوي على بعضهم اثنين ربحوا الدعوة واحد اخد الدعوة اخد المسلسل واسمو النص واسمو واحد اخد حقوق تاني اللي له علاقة بالديكور وعلاقة بالكاركترات في بعض القصاص المسيئة اذا انتبهتم اعتبارا من جزء عشرة ما عادت فيه موسيئة باب الحارة اللي كانت موجودة قبل صار فيه موسيئة باب حارة تانية يعني شرحوا للمسلسل دمروها الشمو دمروها الشمو لسه مصرين وهلك يعني انا اللي بضحكني فيه ناس عبتشوف ما بعرف يعني هنه عم بيقولوا انه فيه ناس بتشوف بس قديش عم بيقدر يكون عنده مساحة كبيرة من الجمهور اللي كان عم اتحققها الاجزاء الاولى هن قلينا نقول للخمسة او الستة سبعة تمانية تسعة انت قطعت تصويرك بسوريا لتكون تشرفنا الليلة وتكون ضيفنا خبرنا عن المسلسل اللي عم تصور عم نصور مسلسل جديد مع شركة الرهف شركة جديدة انتاج عم ينعمل بسوريا نصلها سعيد الحناوي واخراج الاستاذ الصديق تامر إسحاق مسلسل اسمه سيروم مبدئيا اسمه سيروم اكشن اجتماعي واكشن وفيه هيك شي عصابات وكذا دوري بالمسلسل اكيد مو كوميدي رح يكون مختلف تماما دور كتير شخصية شريرة ما بعرف يعني بدوس تكون شريرة هو يعني هيك يعني الشغلة ممنحة ومين معكم بالمسلسل النجوم المسلسل الاستاذ سلوم حداد على رأسه الاستاذ باسم ياخر العزيزة الغالية صديقتي شكران مرتجة صفاء سلطان انا سطيارة موجود كتيرين والله يعني باسي الحيدر كان معنا رائد مش رفا دولي اللي صورت معهم من كم يوم يعني كتار كتار الحياة في المسلسل طيب انا قبل ما نبلش تصير الحلقة نحنا وفوق بالقودة كنت عم بسمعك عم بتدندن وتغني بدي قطع وقت انه ضليتني واقعد كتير فوق ايه بعرف بعرف هيدا الحقاني ضال شو بدنا بعدين منحكي في الموضوع بلا ما نفتحه على الهواء طيب عم بتغني اي في ناس حبت وفي ناس لا في ناس انتقديت وفي ناس مدحت شو قصة الغناء الغنية الحقيقة اللي عم غنية هي نوع من انواع الاغن الغناء الموجود يعني كان بعالمنا العربي اللي هي الغنية الاجتماعية الناقضة اللي اطلق عليها بفترة من الفترات اسم المونولوج يعني مشان التداول يصير الى هيك مسمى شكلاني ومعظم اللي كان يغنوا هذا النوع من الاغنة غالبا يكونوا ممثلين ما بالضرورة تكون اصواتهم حلوة المثال الاعظم الحقيقة الكبير يعني استاذ اسماعيل ياسين الله يرحمه ليس بصاحب صوت جميل لكن عامل اغاني من اجمل ما يكون بمواضيع اجتماعية وناقضة وساخرة بنفس الوقت تتناول قصة كثيرة سواء بالحياة الاجتماعية او بالعلاقة بين الازواج او الاخره سيدة سورية حلمي عنا بسورية كان في سلام الاغواني هون باللبنان فيد استاذ فليمون وهبي وانا بظن معظم الاغاني اللي كانت تنعمل مع الاستاذ جوزيف سقر بادارة الاستاذ زياد الرحباني هي تنحو هذا المنحة اللي هي الاغنية الناقضة اللي بتناول قضية اجتماعية فكرية اي شي بتناوله بطريقة ساخرة بتسلط عليه الضو تب غنينا شوي من الاغانية في غنية عملتها من مدة ما بسيطة كتير بسيطة كتير القصة ما بدها تفكير الكبير بيضل كبير والصغير بيضل صغير انا عملت كل الناس بالمنيح عملت باصلي حتى ضميري يستريح الغلط بحقي محطتن ببالي الغلط بحقي محطتن ببالي ويا جبل ما يهزك ريح ما يهزك ريح ما يهزك ريح خلك اكبر من جرحك وبوش الغدرك اضحك اخي خلك اكبر من جرحك وبوش الغدرك اضحك انا رح اقول من الاخير من الاخير من الاخير الكبير بيضل كبير والصغير صغير بسيطة بس عم بتغني عالي وواطي عم بسرح وضمرع بتسرح وضمرع فهلا على قصة انه الناس حبت وناس ما حبت من حق اي حدا يحب شغلي ومن حق اي حدا تاني ما يحب اللي ما بيحب لا يسمع اتركهم للي حابين يسمعوا اغراضهم يعني انت حابب حاطت براسك هدف انه بدي اعمل حفلات عم بعمل حفلات عم تعمل عم بعمل حفلات عملت اكتر من حفلة بدبي وعملت اكتر من حفلة بجرش سنتين وربعض عم عملت بمهرجان جرش هنا حتى الاغاني تبعها هنا غنيتلكم الغنية شوية موضوعة شوية في اغاني اطرف من هيك اذا بدك منقول شي من الاغاني الفكرة انه انا صارت القصة صطفة اوكي انا بغني بدنديم مثل ما سمعتيني هيك مثل اي حدا جاني ملحن وكاتب اغنية مهمة كتير كبير استاذ نهاد نجار والاستاذ صفوح شغالي الله يرحمه اتنين من كبار فنانين ومنتجين اغنية سمعوني بيحدى الحفلات مثل ما حضرتك سمعتيني عم دندن فوق قالوا لي في شي بداك تغني قلنا له نجد بلشت قصة مسحة وبعدها الغنية اللي غنيتها نشحت نجاح كتير كبير وصار صرت مطالب انه دائما اعمل اغاني وحدي ورا وحدي وبعد شوي بلشت عيد توزيع اغاني والدي كان عاملة قبل بالسبعينات رح تتفاجئي انه الاغاني تبعها السبعينات مواضيعة كأنه ما تغير شي غلا نا ما رحت تفيجع ابدا نفس الاصات ونفس الاغاني رجعنا لورا بعد بعيان شوي صغير من الطرق بالحيط ابدا اه فعملت اول اغنية اللي بعد ما رجحت اول اغنية رجعنا عملنا تانية هلأ صار فيه بالرصيد تقريباً شيء أربعين أغنية أربعين أغنية لألك نعم مع لي وتنوعت حقيقة كمان فيه أغاني لا منك قليل لا منك قليل أبداً لا خلينا نعترف أنه منك قليل تعشق حالك عم بتغني أكتر ولا عم تمثل أكتر طبعاً أكيد أنا لأنه عم بغني وأنا عم بمثل بحب حالي وأنا عم بغني وأنا عم بمثل لأنه أنا الغنية عم بعملها عم بمثل فيها أوكي رح أقلك هلأ شيء تاني من أغنية تانية آه خلص انطلقت أنت انطلقت يا والدي عامل غنية بالسبعينات عن المتملقين أوكي منقلهم نحن بحياتنا بمسح وجوخ صحيح صحيح منقول بس يا عزيزي مسح جوخ بس يا عزيزي مسح جوخ قبلي علمونا صنعة نجر حداد مبلط قبلي علمونا صنعة نجر حداد مبلط بس هلأ عصر السرعة من عدب الصنعة يزبط بدك شي يوصل أوام أحسن صنعة بهالأياب روح يا عزيزي مسح جوخ روح يا عزيزي مسح جوخ لا وعملكم هيك آه لا في هاي آخر شي طبعا المطربين إنه خلص كمشوا القصة خبصة الغنية طيب عصيري تمسح جوخ ايه إنت ممسح جوخ اعتردت على الدراما التركية المعربة عندي عندي سؤالة من شئين قدي فيه هلأ تمسح جوخ بالوسط وكليكات وإنت بتعرف لين بتمثل وما بتعرف لين تقعد بالبيت عشر ناشر سنة وما معك تاكل لا تضطر تطلع على تيك توك تعمل لايفيت لتطلع مساري صح وسؤالة الثانية لين تقدت الدراما التركية المعربة إذا كانت عم تفتح بويبلا كتير من مسلين يسترزقه أنا مالي ضد المسلسل التركي أو المعرب عن التركية بالمطلق أنا ضد الصيغة اللي عم تنترح فيها اللي هي عم بتبان فيك يعني حتى الجمهور اللي عم بتفرج على هاي المواد عم بيحس إنه فيها شي ما بعرفه يعني بشكل عام الناس عم تقوله يعني عم تنقله وعم تنتقده الصراحة إنه نحن هلأ بزمن بزمن الضخ الإعلامي المتواصل لتكريس أي حالة الحقيقة الحالة تكرست بضخ سوشال ميديا ما بشبه شي تاني إذا بتنتبهي وقت اللي بده ينعمل أي مسلسل من هاي المسلسلات بتجيش جيوش من السوشال ميديا على الإنستجرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك ولقاءات تلفزيونية وترندات على الإكس ماركتنج ماركتنج هذا بزنس كامل قبل الجمهور فهو بيصير فيه جمهور بيصير الجمهور بتشوق ليشوف هاي المادة وبيعد بيتابعه لأنه كل يوم بيقولوله خبرية وبتجي اللي عم يعرض هاي الأعمال بيجيب اللي عم يمسله وبيعمله النازلين من السماء بدون ما يكون فيه ناقد فني حقيقي يقيم هاي المادة إن كانت على المستوى الصناعة أو إن كانت على مستوى الأداء التمثيلي رغم إنه عم تنعمل بأناقة شديدة وعم تنعمل بأحسن الشروط إلا عنا عم تضل في كل اللي عم يصير بالمسلسل إنه حكاية معمولة بالتركي بنقالوا الأحداث كلها بتمشي مثل ما هي منشيل الممثل التركي منزد بقلب البدلة ممثل عربي فهو سوري ولا هو لبناني ومنقل لهم اسرحوا اللي عم يدير العملية الفنية المخرج اللي عم يدير مزاج هدول الممثلين هو تركي هو ما كتير قريب من مزاجنا نحن محليا لا بلبنان ولا بسوريا لا يعرف تفاصيل هوانا الروايح اللي أنت بتشميها بقلب المسلسل روحنا روحنا ما بتقيا مش ضدهم هني على فكرة المخرجين المخرج والتقنيين التكنيسيان مصورين وكذا على مستوى عالي من الحرفية ما بشوهم أنا الحقيقة وقت اشتغلت في تركيا كنت مندهش جدا من المستوى المحترف اللي هني واصطين له الحقيقة وعلى تقاليد العمل اللي بيعملوها بقلب شغلهم لكن لو كان هذا العمل مثلا خلينا نقول تاريخي فيه بدنا فيه اسطوري أوكي فهمنا بس هو عميه عناقش قضايا اجتماعية بتمثل حياة اليومية كيف ممكن لو واحد يبعيد عن كل هاي التفاصيل إذا بدك لك حتى الصحون تبع الأكل اللي عبتنصف على الطاولات ما بتشبه الصفرة اللي بتحطيها بلبنان أو بسوريا ما بتشبه تلاقيها ملعبجة مدري شلون ماش حقيقية ليه انت بتعتبر انه اغلب نجوم سوريا ما توفقت بهالأعمال مثلا القيس الشيخ نجاي ما بعرف هلا هي تقييم انه توفق ولا ما توفق لانه العمل فيك لانه ادارة هذا الممثل هذا بعمل تاني عم بيكون رائع كتير هذا نفسه الممثل طيب هذا بده ادارة ادارة مين عم يدير هذا الممثل مين عم يديره مينه مبدو مخرج فيه دايركتر لازم يدير العمل فيه ادارة ممثل طبعا غير ادارة الممثل بالعمل بدير الممثل عم يجيبه واحد بيقوله للممثل انه انت كنت عم بتعمل ايك هلا بتساوي ايك ايك بتروح ايك اوكي هلا هاي النتيجة اللي بيعمل للممثل فيه مين بده يقراها ويختارها ويقطعها ويقطرها ويزبطها ويحط له اياها على الشاشة اللي حتى يطلع هو مضوي اش معنى هذا الممثل نفسه عم مخرج تاني بيعمل تاني بتلاقي مضوع كتير معناته ادارة الممثل مين عم يديره لهذا الممثل مين عم يدير هذا العمل هو اللي فيه مشكلة او ما فيه لغة تفاهم او ما التقالى صيغة معينة لحتى نقدر نعمل من هاي المكونات الحلوة كتير المفردات ممثلين للإضاءة الصوت حتى المخرج منيح مش سيء لكن فيه فيه فجوة بيناتهم هي هاي اللي بده ملي بده تعباية انا بعتقد ما رح نختلف مع كتيرين ونتفق على هاي القصة ما بعرف يعني لازم يكون فيه صيغة واتش رح قللك شيء القصة كلها الاعمال الجميلة مسحوب منها الروح ما فيها روح انا عبقلك انا بشوف انضيف كتير ورأة كتير واداء حلو كتير بس ما فيها روح ما فيها روح خلينا نشوف مجموعة صور معك حقا فكرة خلص الشيخ نجيب شبه عاتيني الصفة كيف توصفوه او ايجابية او سلبية يعني لازم وصفاياة سلبية ايجابي حبيبي هادا تريب شو بديو صفوه يلا حقيقة عن عمل المعربة اللي شرك فيه حالا انا ما شفته غير بعمل واحد يعني ما كان كتير موفق بس هدا ما بيعني انه هو مثل ممنح هدا قلتلك برجع بقول ما بالضرورة انه انا نفسي ممكن كون اعمل ادوار مش منيحة مش موفق فيها وطالع ممنح وسيء فانا هدا الحقيقة ده التقييمات النهائية الحاسمة باتجاه شخص اذا ما نحكي باتجاه شخص قيس شاب مشتهد استطاع كمان لوات ملوات انه كمان يتربع بي وياخد لحاله حصة جيدة جدا وخلوق جدا يعني ما بدي احكي اكتر من ايك الا احنا منتوفق او ما منتوفق هذا منرجع للادارة مين عم يدير هذا الممثل رح نشوف الصورة بعد معتصم النهار عن الاعمال المعربة عم نحكي تحديد ما هلا قصة الاعمال المعربة وكلها ياتنا وقعانين بنفس المطب في قصة فقدان الروح في قصة عمين داروا باعمال بيور محلية عم يكونوا مضوايين اكتر شبابنا حقيقة ما يعني حضرت لعبة حب؟ لا لا انا ما عم تحضرت انا من اول حلقة حلقتين بخلاص معي المسلسل التركي بخلاص بخلاصوا يعني بغريب بخلاصوا من اول دايتين بعدين فيه شغلة لانه المخرج واحد او طريقة التنفيذ واحدة تطلع يتلاقي المسلسلات كلها تشفها بعضها نفس الديكورات ونفس الازياء ونفس التقطيع ونفس الحركة بحضرب لك مثال كتير قوي جدا بحق المسلسلات هاي قول الكمبارس الكمبارس بكشفوهن لهدول المسلسلات والمشاهد الجماعية شي بأي مشهد جماعي بمسلسل معرب وتفرجي على الكمبارس شلون عم يعطي انطباعات على حوارات عبد النقال بالعربي كومبارس تركي جاي بيه نواف لابس بدلي ما في انطباح حقيقي تجاه ما يحدث امامه في شي شارح له يا ايل له هدول الزعلانين بس انه ليش زعلانين وما عنده مشاعر مشاعر حقيقية لانه ما بيعرفون لهدول الممسلين هو ككمبارس هو جاي موظف جاي يشتغل بينما وقت بيجيبه كومبارس محلي من هون بلبنان بيعرفونا من شو الصورة بعد محمود نصر يا لطيف بكريستال انا الحقيقة محمود نصر بطلي بالندم مع الاستاذ اللي يسحجه عمل جور من اعظم الادوار اللي عملة بحياته طب وبكريستال ما كلها نرجع لنفس نفس القصة احنا ما نرجع نعيد نفس القصة هذا ممثل كوية كتير ضوى هلأ قصة اللجاح والتلميع هذا والسوشال ميديا ما بيقلل من قيمته ولا بيزيدها من قيمته كفنان بالاعمال التركية نحنا كلياتنا عم بيكون فيه هامش ضايع ما بعرف بدنا نلاقي له حلي هي قصة مصاري ما بعرف من الاخر ما بعرف هلأ المدفعه مصاري انه هيا اللي ممثل عم بيروح بيعملها لا هيا هذا ستايل انا ممثل انا هي شغلتي انا اي حدا بدعيني على عمل حتى لو يعني ما كتير توفقت بس اذا كان في شي بيرضيني وبيغريني كممثل وحتى غشخصية فيها مساحة اكيد رح اشتغل مثل اكتيرين لا نكون ما رح نكون الكذابين ونقولوا ندعي انه انا ما بقدر وبيدي ناقي بدي تكون القصة مناسبة ولائقة يعني من كذا ناحية عم بتشوفهم على التيك توك كتار ايه في عفكرة عم شوف في مسلين بيطلعوا قدامي باللايفات في مسلين لبنانية مصريين وفي سوريين سوريين كتير وفي مصريين وفي فننين كانوا نجوم بزمنهم عنا هون بلبنان عم شوفهم على تيك توك عم يطلعوا لاي الطرف بتقهر كبسوا شايروا كبسوا شايروا اسماء كبيرة ولامعة وكان لها بعزة وكذا وصلنا لهون انا حدرت الحلقة اللي حكي فيها الاسداز ايمان رضا ابو همام حبيبي حكي عن هاي النقطة حكي كتير شغلة كتير يعني ضواها بشكل كتير منيح انا شخصيا ما بخفيك يسر اكتر من سنتين ثلاثة وهني بلاحقوني جماعة التيك توك انه انت فوت على التيك توك انت عندك جمور كبير ما قدرت ما حسيت انه انا هذا المكان الي او انه انا بقدر اعمل يعني ما قادر اسف انه انا اكون تاعة تاعة روح روح وارضي هاد وساوي هاد وحبع هي انا بطلعوا لايفات واحد لحاله غنيله وحكيله نكتي او اعمل لي ما حسيت القصة فيها كتير فيها كتير شي وعفكرة احنا مش عم نطلق احكام احدا انا عم بحكي عن حالي انا عم بحكي عن حالي لا احدا بيعرف الظروف التانية هلا من الناحية التانية انا عندهم كل مبرراتهم لحتى يحافظوا على حياتهم هدول لانه نحنا بسبب ظروف العامة اللي صارت بالمنطقة وتراجع الكم الكمي الكمي بالانتاج صار وتراكم اجيال جديدة صار يجينا اجيال جديدة والشباب بلاش تعبي مساحات موجودة بقلب الاعمال الفانية بلاش تتزيح بعض الكوادر وبالاساس انه مالهم مجهزين او مهيئين مستقبلهم الحياتي اكلهم شربهم صحتهم مرضهم فانا بدي يحافظوا على حياتهم يدروا يستمروا ما عم بيكون في بوابة تانية تكون هي خلق وقتها عم بتبلش عم بتكون مغرية بعدين عم يغرقوا فيها صحيح وما عم بتعود بتصير ممتعة جوز بأول أول فترة تكون حتى بالنسبة لهم لانه لذيذة وهي بعد شوي كتيرين قالوا لي صاروا يحسوا بالامتهان انه انا ما عدت يعني محكوم بدي جيب ادفاع اجلة البيت بدي اكل بدي روع وانا ما حدا وللأسف كل اللي بيشتغلوا بهذا الدومين بوسطنا الفني ان كان بلبنان او بسوريا او بأي مكان آخر ما في حدا يحمي داشر عم تحكي يا ظلمي ما في حدا بالمرة لا بني آدم فهدولي ومطالبين قدام العالم انه انت فلان ولذلك مشان ما اوع بهذا المطب انا وحتى لو كنت مبتعد عن الدراما انا صلي مدي ما عم بيشتغل الدراما خلقنا هذا النوع اللي انا عم بيشتغله هو الشويات والاستعراضات اللي عم بقدر اعمله وعم بعمل فيه مسرح صغير على قدي وياسيم وانا واللي حوالي عملت فريق مسرح سوريا صاح عملنا بالأول تجربة بدمشق عملنا عرض اسمه سلطان زمانه وعملت عروض شيء 40 عرض هي جيت الكورونا دمرتنا هشمتنا وقف العرض فجأة فجأة كنا مقلعين طاير العرض وكنت يعني يمكن لو لا الكورونا كنا لحد هلا مكملين بهذا العرض كتير كان العرض ممتع ومرن وعم نعيد عم نعيد توليد فيه بقلبه مع مجموعة من الشباب طيب ليه ما رجعت عملته هلا رح نعمل شيء تاني هلا 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 ان شاء الله بس هلا رجعت على سوريا وهلا ناوي أرجع أعمل بس رح إذا بدأ أحكي شوية عن دراما سورية الدراما السورية البحثة عم بحكي عم ترجع وبقوة وأسماء كبيرة ومخرجين كبار وفي كثير من النجوم السوريين ظهروا من الدراما السورية ورجعوا على الدراما مثل تايم حسن مثلا ورجعوا على دراما السورية البحثة أول شيء شو صار رجعنا انتفضنا وقديش الدراما السورية البحثة برأيك ممكن كمان تنتشر طبعا عندها أساس عندها تاريخ أوي عندها أساس طبعا ترجع كمان تنتشر مثل الدراما المشتركة اللي كانت بين اللبنانيين والسوريين بدها شوية وقت أول شي سبب العودة إذا ما نحكي على سبب العودة سبب العودة عودة استقرار المنطقة خاصة بسوريا استقرار الأوضاع الحياتية خلينا نقول وحالة الأمان النسبي الحقيقة اللي موجود يعني حتى تقدري تلاقي مساحات بتشجع المنتجيين لأنه حتى لو كنا عم نعمل انتاجات محلية بيور لكن عم يكون فيه انتاج عربي وراء القصة وعم يكون فيه شركات ونتجة على مستوى كبير يعني عربي كان شركات لبنانية مثل شركة الصباح أو شركة الجمال إيقل عم ينتجوا بسوريا لأنه البيئة بمناسبة بعدين سوريا فيها تنوع جغرافي كتير كبير وعندها أمكانيات على الأرض قنيا يعني منيحة والشباب اللي بيشتغلوا على الأرض رجال معقول أنا يعني عن جد أنا مش طغلة كان مسلسل مع الصباح بيكون الأكيب من سوريا أوقات كتير مش معقول يعني بيحملوا جبال عن جد عن جد تحية إلهم عن جد كتير أنا الحية أنا بحيان والله بعيدا حكيتي حكيتي حكي كتير حلو بحق الفنيين الجنود المجهولين العالم اللي ما بشوفهم عن جد نظلوا دائما ورا الكاميرا الحية في عنا نحنا مجموعة كتير كبيرة ويمكن تكون بسبب التربية الفنية اللي خلقوا فيها هذا الأجيال معصالين معجونين عجن صحيح مقحونين طحن بقلب المهنة صحيح ولذلك بتلاقيهم أدما ألب أدما فتل بتلاقي وايف على رجليه وماشي باتجاهه إيجابي وجلودين وصبورين على الشغل كتير كبير ما معقولين الحية بتلاقي تايم قدر يطلع من شخصية جبال شيخ الجبال من بعد ما عمله يعني من بعد ما عمل الهيبة رجع عمل متسرق هلا هو كان من بعد الهيبة عم يحاول يطلع من من هاي القصة مثل ما حكينا أواشي بيجتسق بس للأسف أنه رألك شغلي أنه هن معظم الشخصيات اللي عم تنعرض عليه بقلب المسلسلات هي نفس النمط فبالتالي حتى قد ما كانت المحاولات لعمل الميازة وبتكون أنه هي دائما ماشي بالتجاه إلا العالم تلاقيهم أنه بيشبهوا بعض إلا تلاقي نقاط تقاطع بيناتهم بغض النظر هلا هو حاول كتير حتى بالعمل بالعمل الأخير عمل عمل محاولة كتير كتير واضحة اللي عمل فيها ملاكم عمل قبله شغلة عمل عمل تاريخي ايه فبالعملين عمل عملين شغل حلو كتير لكن وقت عم بيكونوا الشخصيات هي بنفس بنفس خلينا نقول الصيغة أو الاتجاه اللي عم بتنعمله لهذا البطل يعني هذا الشكل من اللي هي إجباري الناس بدي تحطهم بميزان المقاربة وتلاقيهم بتقاطعوا ببعض الأراني رغم أنه ممكن يكون فيه كتير شي بميمايز هاي عن هاي طيب بدأس أكثر عنا مشكلة كتاب عنا مشكلة إنتاج مش كتاب كتاب موجود بس الانتاج بس ما تقل لك شي مش تمويل الفرق الفكرة مش تمويل تمويل فيه قوي كتير بس هي فكر إنتاج نحن هلا نفقد وظيفة أو فاقدين وظيفة أساسية كانت موجودة وهي أنا بعتقد سبب رئيسي بنهضة الدراما السورية هي مهمة المنتج الفني الذي يدير العمل من باب فكري وإداري هلا بلشوا يلزقوا على التيترات بتلاقي حدا كاتب لازق كلمة منتج فني بس أنا ما بعرف شون هاي التراتبية شون وصلت ما بعرف إيه تدرسوها وإيه تأخذوا منتج فني حتى وقت اللي كانوا يعملوا منتجين فنيين بعض الأسماء الكبيرة اللي رح أقلك إياهن هلا وعملوا إنجازات كتير كبيرة بسوريا ما كانوا يحطوا منتج فني كانوا يحطوا إشراف فني نحن هلا رحنا على مستوى أعلى من الإشراف الفني تلينا لسه أعلى من وقت اللي كان في شي اسمه شركة الشام وكان على رأسه خنان كبير ومثقف وعنده رؤية وكذا اسمه ايمان زيدان اسمه الكبير نعمل انتاجات هائلة على مستوى سوريا وعلى مستوى المنطقة العربية ويكون في حدا بيدير مشروع مثل الاستاذ سلوم حداد نعمل مسلسل مع سوريا الدولية اسمه زدير سالم لحديد هلأ بيضلنا عم نتداوله للعمل وعم نشوقه تعرف النجمات اللبنانية والسوريات نطفوا شعور بعضهم على ايش ولا باب عريق وعلى السوشيال ميديا يعني وصلنا تبيحها رح تصير صارت يمكن وبين الفانز وبين الفانز وتنتيف الشعر وفي مقارنة بيناتهم كتير وانت اشتغلت مع اثنين نجمات السوريات ونجمات اللبنانيات تعتبر هالمقارنة الى علاقة بشو الى علاقة بالإيجو الكبرية الى علاقة بالسياسة لانه كتش بيدخل فيه سياسة ممكن ممكن الى علاقة بزغر العقل الى علاقة ما بعرف بشو بشو الى علاقة كلهم قلت يون يعني ما تركتيني شيء والإيجو والسياسة والإيجو والسياسة وقلت العقل الحقيقة ما بعرف يعني نحن في مشكلة عامة الحقيقة بوسطنا العربي بالعالم بالدنيا كلها الحقيقة نحن لحتى نقدر نعيش حياة أحلى لازم ندور على النقطة اللي بتجمعنا مع بعض الشغلات الحلوة عند كل واحد مننا مش روح دور على العيوب اللي موجودة انت تعدى تصفني بالجراح شو فيه يعيب لحتى اسلفه لحتى عيب عليه دور على الشغل الحلوة بالجراح وضوي عليها هاد بس هيدا بده ندوج وبده سقه بحالك للأسف للأسف التريند هلا انه نتف شعر بعد المأزي صحيح بيضغط على هاي بيضغطوا على هاي النقطة لحتى يزيدوا الوقيعة وقيعة صح انا بيحكي على انه انا اشتغلت مع هاد ولا ما اشتغلت مع هاد لا بقلل اهمية هاد ولا بزيد اهمية هاد يمكن يكون الحالة العامة تبعا المسلسل السوري اقوى بسبب تاريخها الكبير اللهجة وصلت قدرت تقطع بسبب اكتر من القصة المسلسل الشامي الدبلاج مئة قصة قدرت توصل وقدرت تكون فيه الى مساحة كتير كبيرة وفي نفس الوقت نعمل مجموعة كتير كبيرة من الانتاجات بين ايدين الفنانين اللبنانيين يعني معهم يعني انت عم تشتغل بأرضنا وببيتنا وكذا فممكن يكون فيه واحد يقول اخي والله لو لعنا ما كان زبطوا المسلسلات لك لا يا اخي نحنا لو ما كنا مع بعض ما كان زبطوا هذه المسلسلات تكون احسن القصة ندور على هاي فندور دائما بحياتنا مع اي حدا مع اي شخص مع اي كائن ندور على النقطة الايجابية واذا كان فيه نقطة سلبية منقول لابينات بعضنا هلأ اذا طلعنا برا بتقول لي لي محمد انت غلطت قلت هيك ما كان لازم تقول لأي القصة بيني وبينك مش تنشري عرضي قدام العالم هلأ على جهاز التلفزيون بدنا نعمل لسوان يا زلا من لسوان لا وزلم ليش الزلم اه الزلم كمان والزلم العمر اه اي اي مزبوط معبروا بعض النجم اللبناني والنجم السورة اي 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 نصيت اي والله رحت عن بالي لكن ما فيه ايه ايه كان صار بحارب عربة عالمية وراح يصير بس انه كان صار بحارب ما رح يصير براح ان شاء الله لا طيب بما انك جبنا سيرت السياسة تصريحات الفنان باسم يا خور الأخيرة اللي جئين سوريين بلبنان اثارت الجدل كتير انه قال لهم يا جامعة انه بخيمة وعم بتجيبوا 16 ولد وما بعرف شو ما بعرف شو فيه ناس طلعت قالت انه انت عم تقول الحقيقة البلونت انه مزبوط نحول حالات عم نشوفون وفيه ناس مثل مساء الشامي طلع انتقدوا شوي لباسم ياخور وقال له يمكن لازم نحنا نوعيهم له للعالم اللي موجودين قبل من دينه انه نحكم عليهم الحقيقة اللي موجودين بالمخيمات هن ناس واي عليهم ظلم يعني هلأ بيقول انه ليش جابوا ليش جاب ما بعرف ليش جاب شو الظرف وقديش يعني كمان كل واحد له مستوى ثقافي وطريقة حياة وتربية وكذا اللي كان عم يحكي الاستاذ باسم انا بابعتد انه كان عم يحكي بشكل مسيء وخاطئ يمكن وصلت للناس بشكل غلط هو اكيد انا متأكد انه مش قاصد انه يقول انه هدولي هنن عملوا غلط هنن لتيجة الظرف كان يفضل ما يقعوا بهاي القصة هاي المشكلة اللي كل ما اللي عم تتفاقم معهم وعبتزيد اعباءهم اعباء يعني انه نحنا صار عنا ولدين او صار عنا ثلاثة وانا ما لي قادر انه قاعد بخيمة واقع علي ظلم ولا لي قادر ان ارجع لبيتي لانه انا بيتي ما موجود هلا او مهدم ولا عندي روح شغل اشتغل وكذا كان يفضل انك انت اتلملم القصة على حالك اكيد انا متأكد انه يعني هدولي بيضلوا ناس وبشر ووقع عليهم ظلم كتير كبير لازم نكون عم نحاول نتبطب عليهم اصلا عفكرة هاي دي قصة مش بس خلينا نقول بتوقع بس على اللي جئين هي قصة مجتمعات المجتمعات اللي بيكون ما دخولها كتير قليل وفينا نقول عندها في خطف الرجامع هن المجتمعات اللي اكتر جيبولن كهراء ما بجيبولها اي اكتر يعني بلتهوا على التلفزيون بلتهون اي اي ما بلتهوا بشي انه هيدا السؤال بينحكى يعني هلا نحنا بدعا نجي نقوله يمكن نقوله شو جه بس هو الحقيقة وعادة العالم اللي ميسورة جدا هن العالم اللي بيجيبوا اذا كان هذا الحكي هذا موم انا برجع بقول انا هذا البني ادم انا مسؤول عنه ان كنت حكومة او دولة وزارة شؤون اجتماعية او كذا انا مسؤول عن رفع وعيه لهذا البني ادم لفهمه ويكون واعيان انه القصة ما لا علاقة بالحلال والحرام انك انت تجيب ولا ما تجيب في شيء له علاقة بظرفك الاجتماعي تحاول توازن القصة منك لحالك بس انا لازم كونوا مفهموا اياها اذا انا كنت مقصر وملتهيين بقصص تانية نحن ما قدرين نقمل له الكهرباء ولن قدرين له الخبز وليسو بدوا يفش خلقه لا لا ما هو موفش فيش خلقه ما رح يكون ما رح يكون واعي ما رح يكون عنده فاضي لهذا الوعي الكتير كبير نحن عم نطالبه فيه واذا كان هاي مسؤوليتنا نحن كمجتمعات كإدارات اذا بدنا نرجع نحن وياك لورا لـ 2012 تقريبا شراكت مع الزعيم عدل إمام بمسلسل اسمه فرقة ناجعة طالله فرقة ناجعة طالله اول شي خبرنا عن هاي المشاركة وهل فتحت لك ابويب بمصر فترة اللي عمل فيها المسلسل فترة غليان بالمنطقة العربية شديدة لا حدا عم يقدر يروح يمين ولا حدا عم يروح شمال حتى المسلسل نفسه كان صلو واقف شي سنة وشوي بعد ما قامت الثورة بمصر وبعدين انعكاساتها حتى الأستاذ عادل إمام كان مصور جزء بالمسلسل بسوريا وقفوا فترة منيحة حتى بمصر وقفوا ما كملوا حتى لاقوا حلول بديلة اما اضطروا ينزلوا يكملوا العمل تكمل تصويره بلبنان المسلسل أنا وقت اللي نعمل المسلسل قبل ما دعوني للقاستنج اعتذرت ما قدرت اشتغل بالعمل ليه؟ كنت مرتبط بعمل تاني قامت الثورات العربية قامت وقف المسلسل فالممثل اللي كان بده يشتغل الدور زميري ما صديقي يعني الأستاذ جرجس جبار اوجه له كل التحية أبو جان اعتذر لأنه كان بنفس الوقت اللي بدي صوروا فيي هذا البلوكة طيش مشاهد كان هو مشغول بعمل تاني ما قادر يلتبز معهم وما اضطرين يصوروهم فقاموا لجوا الي وصورت انا للمشاهد مشاهد كانوا حلوين كتير والحقيقة في مشهد منهم عمل تريند كتير ولحد اللي عم يقلب ويتني اللي هو مشهد النكتي هدا اللي بيني وبيين الأستاذ عادل بقلب السيارة ونحنا طالعين على سوريا ومعنى التابوت اللي فيه المهربات والحشيش والبلاوي الزرق يالله تذكرتي للنكتي ايه تذكره بصعب تخيل لك التوعات لإمام النكتي نو حكي لكل النكتي كتير واحد تشافر فيه ماسك سيجارتين عم حشيش ايه عم شد نفس بها السيجارة وصحبه بها السيجارة قاله شو أجدب انت يا زرمي ادخن سيجارتين قاله لا هاي السيجارة عني وهي عن رفيقي اللي بالحبس عمشتها بالسيجارة عني يعني ما تفهموا غلط ايه المهم راحت ايام رجت ايام بعد شعر 15 يوم شافوا قاعد لحاله عمشتها بالسيجارة قاله شو طلع رفيقي من الحبس قاله لا أنا بطلت فالحقيقة بعدها كمان صار بالمنطقة حتى عنا بسوريا باطئ العمل كله والشتغل كله يعني يعني صرنا عم نشتغل يعني عم نحاول اي حدا ينفد بأي طريقة من الطرق وانا اشتغلت سوريا انا ما اشتغلت مصري يعني ما رح اشتغل مصري وحتى نقلي انه انت ليش ما بتروح لمصري انا ما اظن انه المصريين بحاجة لممزلين متل حكايتي لانه ما شاء الله مصر غنية ومليئة بالفنانين وخاصة الكوميديانات فانا ما كاني وملعبي الحقيقة هو سوريا انا هاي مساحة يعني انا حتى وقت اشتغلت لبناني اشتغلت اكتر من عمل لبناني اشتغلت سوري بقلب عمل لبناني ما حاولت تكون لبناني تعرف تحكي لبناني؟ لبناني ليه ما صعب علي صعب ما صعب ما صعب اوكي طب شو بدك شو بدك انت شو بدك لا اه لا ابدأ ما هذا هي شوية تمرين اه واذا كان في حدا يدير القصة بتضبطها بتضبط اه يعني انه اذا كان في مخرج او حدا ماسك اللهجي انا عملت مثلا مسلسل مع الاستاذ حاتم علي عملت باللهجة الفلسطينية اه مسلت بالتغريبة الفلسطينية كان في مدقق لهجة قاعد يسمع شلون منحكي به هاي الضيعة بهي الضيعة مش فلسطيني بهي القرية اللي احنا عم نمثلها وهي تضبط والممثل شوي المحترف بقدر يتمرن قليلا ويقدر يعملها عملت انا مسلسل خربة مسلت باللهجة الدرزية وانا حلبي يعني من اقصى الشمال لأقصى الجنوب عملت نحنا بدنا نتشكرك كتير اواشي على هالانترفيو الرائع وبدنا نتمنى لك كل التوفيق بمسيرتك وبهيدا المسلسل الجديد اللي عم تشتغلوه سيرهم سيرهم وما اختلفنا هلا هون عم نصور بلبنان كمان مختلفنا مسلسل تاني مع الاستاذ وائل ابو شعر كوميدي لوحات شي هيك مع مين؟ انت ومين؟ والله اختار نحنا هلا الاجداد بالعمل سيدة سامية جزائري والاستاذ فاد سبيح الاستاذ باسم ياخر جمال علي جرجس الجبارة اندريس كاف نزلي الرواس ندين تحسين بيك ديمة الجندي باسي الحيدر جمال علي ما بعرف امشابه ناص مالله اكتار 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 بركي ايه اكتار والسه فيه فيه ناس تانية يعني اهلا وسهلا فيك خليلي اياك شرفتنا خليلي قلبي ومنعتزر على التأخير نتطلق بس استفدنا بالاغاني وبالصوت شكرا كتير لو وجودك معنا اهلا وسهلا فيك نتمنى لك كل توفيق شكرا محمد خير الجراع مين قدك؟ مشاهديننا له وصلنا لختم حلقتنا الليلة من مين ادىك الى الملتقى الاسبوع المقبل الى الاقامة زعفوا اوه 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 يالا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة